الحكومة اليابانية تلمح لإمكانية فرض حالة طوارئ صحية جديدة في توكيو في حال ارتفاع الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وزارة الصحة أوضحت أنه من المرجح ارتفاع عدد الأشخاص في الخارج أثناء الليل مع اقتراب الأولمبياد وهو ما يمكن أن يزيد عدد حالات العدوى. وأكدت أن عمليات التحصين لم تصل إلى جميع السكان وربما من الضروري فرض إجراءات صارمة للحد من حالات العدوى. وتخضع توكيو والعديد من المناطق اليابانية الأخرى منذ نهاية أبريل الماضي لحالة طوارئ تفرد خصوصا إغلاق الملاهي والمطاعم في وقت مبكر من الليلة. وأعلنت الحكومة اليابانية مؤخرا أنها سترفع حالة الطوارئ الصحية في معظم مناطق البلاد بما في ذلك توكيو مع الإبقاء على بعض القيود. وبدأت ملامح أولمبياد توكيو 2020 المؤجر من العام الماضي بسبب تداعية فيروس كورونا تتضح قبل حوالي شهر من ساعة الصفر حيث ستقام الألعاب في ظل قوانين صارمة.